اهلا بحضراتكم من جديد معروف طبعا ان الطبيب البيتري هو خط الدفاع الاول ضد الامراض الوبائية المشتركة بين الانسان والحيوان والطب البتري هو التخصص الرئيسي والمسؤول عن كل اللي بيخص الحيوانات على اختلاف انوحها وده بيشمل تربيتها سلامتها الصحية تطعمها ضد الامراض والفيروس كمان الطبيب البتري مسؤول عن المجازر والمحاجر البيترية ومتابعة الحالة الوبائية عالميا ده بالاضافة كمان لدوره المهم في تفقيف الناس وتوعيتهم بالامراض المشتركة بين الانسان والحيوان وغيرها كمان من الامراض ومش بيوقف دور الطبيب البيتري عند معالجة ومرقبة الحيوانات الاليفة بمختلف انوحها لا ده كمان بيتجاوزها كمان للحيوانات غير الاليفة من الحيوانات البرية النهاردة هو السبت الاخير من ابرير واللي بيحتفل العالم فيه باليوم العالمي للطب البيتري والنهاردة خصصنا فكرتنا للحديث عن دوره الكبير وازاي كمان نرتقي بالطبيب البيتري مش شرفني النهاردة فى اللقاء الدكتور محمد عفيفي سيف الامين العام للنقابة العامة للاطباء البيتريين اهلا بحاجاتك يا دكتور محمد اهلا بحاجاتك يا دكتور محمد اهلا بحاجاتك بيتم الاحتفال به لان يعني ده كل مهنة آآ يعني بيبقى ليها يومها وليها احتفالاتها وليها طبعا عملها ومجهودها آآ الشاق لكن آآ اللي احنا عايزين اعرفه وليه دايماً اخر كل يوم سبت من من ابريل يعني ده المهم يعني هو في سنة الفين للتحاد الدولي للطب البطري قرر ان يتم بتحديد يومه واتفقوا في وقتها ان يكون السبت الاخير من ابريل هو اليوم العالمي للطب البطري وهي الميزة على فكرة ان يبقى يوم مش محدد بتاريخ يعني هو يبقى السبت الاخير من ابريل مش يوم عشرين مش يوم خمسة وعشرين يعني ايوا ده على فكرة دي ميزة مش عيب اه ان هو يبقى يوم السبت ده خلاص هو محدد السبت لكن ممكن يصدف مثلا لو هو هتحدد يوم يعني يبقى يوم جمعة محدش يحس بيه يبقى يوم في وسط شغل محدش برضو ياخذ برضو مش معنى السبت بقى هو هو لان السبت بره هو الاتحاد بره موجود في بلجيكا فالسبت قريدي ده يوم وهو برضو حتى في مصر احنا اعتبر السبت يوم اجاز فهم اقروا السبت الاخير من ابريل لما اجتمعوا كل عام كل عام هيكون اليوم العالمي للطب البطري للطب البطري طيب لو كلمنا بقى عن اقتصاط ومهام كمان الاطباء البيطريين في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي كمان والاجتماعي يعني نتكلم عن اهم حاجة ما هي مهام الطبيب البطري الطبيب البيطري يمكن فيه قصور شوية مجتمعي عن دوره في المجتمع هوية يمكن الناس بتحصره فقط في الحيوانات فروش دي ابازة ده في احلى صوره ايوا في الفيلم في الفيلم كان لسه معروض من ثلاثة ايان اه في يعني ان هو فقط الطبيب اللي بيعالج الحيوانات في الريف لأ الطبيب بطري دوره يتخطى ده بمراحل كتير طبيب بطري موجود في كل بيت يوميا من اول ما تصع الصبح لغات لما تنام مع كل كبات لبن ابنك بيشربها مع كل حتة لحمة ابنة كلها مع فرشة الحلاءة اللي جاية من اه اصل حيواني كل حاجة من اصل حيواني لازم يكون عدت على طبيب بيطاري في حصل اول قبل ما تجيلك الطبيب بيطاري مش دوره فقط التطبيب الرعاية لأ دوره كمان السلامة الاغزازة في الاصل حيواني بشكل عام دوره في المحاجر دوره في الوقاية وحفظ البلاد والانسان من الامراض المشتركة والوفدة انت حرك عندك من كل اربع امراض او بتظهر جديد في القرى الارضية تلاتة منها من اصل حيواني يعني خمسة وسبعين في المئة من الامراض اللي تظهر جديد للانسان تلاتة منها من اصل حيواني وليسه الكورونا لسه الكورونا دي كان من حيواني وقابلها بالشوية انفه الانزل خنزير وانفه الانزل طيور وحما الوضي المتصدع يعني حاجات كتير وحمة قلعاية يمكن القلعاية خفيفة شوية في الانسان نعم وفي حاجات دور الطبيب مثلا وقا في المجزر الناس بتستهين ان اللحمة تتبع في مجزر ولا لا يبقى عليها ختم السلخانة ولا لا لو حيوان مدبوح برا السلخان وفي بس قائمة الفاخدة بس بتاعته فيها سل شوف كم اسرة هتاكل الفاخدة دي الفاخدة دي وكام اسرة بكام بقى اه 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 امه اولاد ومجتمع حواليها هيصلوا للسل انشاء اكل المجزر ووجود اطباء جواه يوحصوا الحيوان قبل الدبح وبعد الدبح وبعد الدبح ما بيخرج للسوق لان فيك بعد السلخانات والمجازر في دور اخر للطبيب في التفتيش على اللحوم في الاسواق المختلفة والمحلات الجزارة المختلفة سور ماركت المختلفة دي كلها انتو بتنزلوا كمان في حملات التفتيش كمان يا دكتور ده الاساس هو دور الطبيب البطري ده اساس التفتيش اه التفتيش اه لكن هل الدور ده اه احنا بقى ان احنا حاجة تقول النهاردة احنا في عيد. احنا في عيد اه وخلاص يعني. ومع ذلك الطبيب البطري مش سعيد بالعيد ده. ليه بقى? هقول لها حضرتك ليه. لما يبقى اعداد. انا جدش كحك يا دكتور. هو هو يعني احنا نستبرك ان هو جاي في اوقات كلها اعياد يعني احنا لسه بخديم الرمضان عيد كبير وعيد القيامة. ايه صح. وعيد الطبيب البطري. لكن عشان يبقى دور الطبيب البطري محواري جدا مع المواطن. زي نقول لحضرتك نحميم حالات زي السل نحميم امراض مشترك اللي احنا عددناها وحضرتك عددتها دلوقتي واكتر احنا بتخش في اكتر داخلين في حوالي تلتميت مرض مشترك بيصيب الانسان. هل عدد لطباء البيطاريين بالعدد الكافي انه يعمل هزا الاجراء? لأ. مش كافي? مش كافي. ياه. على الرغم. الدفعة بتتخرج ادي? حضرتك وصلت للدفعة. اه. ما هو على الرغم ان الدفعات بتتخرج بقى اعداد كبيرة. اه كل سنة. ما يقلش عن خمس تلاف في السنة. اه. لكن. وكلهم بتعين. لا. ليه بقى? التعينات توقفها من اربعة وتسعين. اه. اخر دفعة تم تعينها هي دفعة الف وتسعين وتسعين. انا دفعة تسعة وتسعين انا دفعتي ما تعينتش انا معين الا الاوائل الخرجين وقتها الا حتى الوقت ما يتعينوش. طبا الاطباء اللي في المجازر والحاجة دي المشكلة. ما ده بقى الباقي من اواخر الناس اللي تعينت اللي كانت في اربعة وتسعين. بعد كده جدت مسابقة خفيفة كده في الفين وخمستاشر الفين واحدة عوصلات الجمهورية كلها. لا تسمن ولا يعني ولا تغني من جوع. والاعداد ولا يلا. كل اليوم طبعا في معاشات بتطلع. في وفيات بتطلع. يعني اه الصفحة عني كل يوم بنزل ناعي لأحد الزملاء. معاشات كتير جدا. لكن هل في او احلال وتجديد للموضوع. طب ما تبتقول لحضرك السوق محتاج. ما هو السوق محتاج. ولا سوق مش محتاج. لا يفن. احنا احنا دولة بتزيد عدد سكانها اتنين ونصف مليون كل سنة. ده حقيقة. طب الناس دي مش بتاكل. طب. بالزبط. ما هو الاكل اللي الناس بتاكلوا. ما هون اصل حيواني. اه. خمسة وسبعين لتمانين في المية من الصراح الحيوانية في مصر. مش كيانات كبيرة ومزارع كبيرة ولا شركات كبيرة. زي مثلا الوضع في بعض الدول مثلا الاوروبية او مثلا في الدول العربية وكده. لا. النسبة كبيرة دي في ايد المربي الصغير. الفلاح اللي عنده راسه واتنين في البيت عنده. اه. الست او الراجل اللي بيربي مية او خمسة مية فرخة بكتيره قاوية ماكسم. بنقول يعني ده عنده مزارع. مالك سطح فريق. خمس تلف دجاجة في الدول. كل دي ات اعداد صغيرة اللي هي الاجمال بتاعها يوصل تمانين في المية من الصراح الحيوانية في مصر. نعم. طب ده بيروح لمين بيلجأ له? للطبيب اللي في الوحدة البطريب. مم. هو ده اللي بيروح له حسام له من بيت لبيت ومن قرية القارية ومندور لدور. نعم. طب لما يبقى فيه اطباء خلاص بيطلعوا مع شات وبتوف وما فيش تحته. خاصة ان الشغل الحقلي ده محتاج شباب. اه. يعني مش هينفع انزل واحد عنده خمسة وخمسين سنة ومدير عام ولا مدير اقوله انزل بقى الف وحصن ورش وعمل وطاق وعق ودي تحصينات وعلاجات. نعم. مش هينفع. اه. فانت عشان تشغل المان باور كويس او الدايرة يبقى فيها تروس تشتغل. لازم القعدة اللي تحت تبقى سن صغير. نعم. فده متوقف من اربعة وتسعين. يعني تخيل حضرك دفعة اربعة وتسعين دي خلاص قرية بتطلع معاش. يعني تبتكلم هو في الخمسينات دلوقت. اه. صحيح. اربعة وتسعين اه يعني عنده خمسين سنة. اه. في يعني اه خلاص حاجة وخمسين كمان على فكرة. اه. داخل فتين وخمسين حاجة ازا كده. يعني الاعداد بتنزل. ضيف عليها حاجة. الرئيس تنبه لجزئة الصرع الحوانية في مصر. نعم. لان ده غزاء المصري. ودايما بيفكر ازاي ينقمي الصرع الحوانية. وازاي يعمل مشروعات مليون راس. وازاي يعمل تحسينه راسي واحلال سلالات بالكان. نعم فده. طيب. في مشروع الالبان وفي المقابل في او بالتوازي يعمل مشاريع حياة كريمة. نعم. وتطوير الريف. الوحدات اللي بيعملها احلال وتجديد. والوحدات اللي تتبنى من اول وجديد. على احلى انشاءات. نعم. واحلى تجهزات. نعم. بس الكادر البشري. فين اللي هي. اللي هيمشي هزي منظومة. مش موجود. نعم. الرئيس بيزبق بسرعة الساروخ. وبقيت اجهزة الدولة مش ما بتكملش. نعم. ما هو اصلا مش هيحط هو كل حاجة في كل تفصيلة. نعم. نعم. هو النواب واحنا دخلين على اقرار ميزانية جديدة. المفروض الميزانية دخلة في شهر مايو. عشان تبدأ تتفعل في في شهر يوليو. نعم. وانا بذكر النواب يا ريت ياخدوا بالهم الجزئية ديت. بوضع مخصص في الموازنة. لتعينات اطباء بطريين. دي ضرورة مش رفاهية على فكرة. احنا مش بنطالب بتعينات اطباء بطريين عشان الاطباء مش لقيين شغل مسلا. لا بالعكس. انت هتلزمه انو اشتغل في الحكومة من الصبح لغاية ساعة تلاتة وبعد تلاتة كمان. ومرتبها طبعا احنا عارفين يعني ما هوش يعني الحاجة الواوية. لكن زي مولتا حضرت الفلاح اللي في القرية الصغيرة اللي ساعات ما بيلاقي الوحدة بتاعته مسكها اه اه تلاتة اربع وحدتين وتلاتة مسكهم طبيب. ما بيلاقيهوش. نعم. لانه بيشايفه كمان طول اليوم ساب الوحدة وعمال يلف بيحصن في الحيوانات لوحده. لا معاها حتى هيئة معاونا ولا معاها عمال ولا معاها حاجة. نعم. وهو العامل ده كل. فالتعينات مش نطلب فئة. ده ضرورة. ضرورة يعني. لحاجتين. لاولا للصرحة الحيوانية. طيب. ولي تفعيل مبادرات الرئيس. طيب. حضرك انتو بقى كأتباء بيتريين. اكيد في خطة لمقاومة الامراض اه الحيوانية والاوبئة زي ما احنا اتكلمنا كده كان في جائح كورونا وبيراس اه ماش عارف انفلوزة فنزير وانفلونزة الطيور والحمة القراءة. يعني. ايه الخطط اللي انتو حضركوا بتضعوها عشان للحد من هذه الاوبئة. اه الحياة في الجزائية ديات في عدة جهات موجودة في ما يخص منظومة الطب البطاري او السلطة البطارية في مصر. يعني عاملة شغل محترم جدا. يعني بالامكانيات اللي موجودة باعداد البيطاريين برضو القليلة دي. لكن عندنا الهيئة العامة الخامة بطارية. اه بالتخصصات بتاعتها وبالاخص فيما يخص الوقاية. لان ده اللي هيهم سؤال حضرتك. المدريات الطب البطاري باقسامها المختلفة باداراتها بوحداتها. عاملين جزء كبير جدا في الجزئية دي. المعهد البحسية بتخدم برضو على الموضوع ده. سواء معهد بحوث الحيوانية بالتشخيص والبحوث الخاصة بالامراض. ومعهد اللقاحات وانتاجه للقاحات الخاصة السيادية. فالمنظومة كلها بتشتغل فيما يخص لقاية من الامراض. برضو المحاجر. محاجر جزء اساسي برضو من عمل اطباء البيطاريين. اه في مراقبة. المحاجر. المحاجر البيطارية اه. اه. فيما يخص ورود الحيوانات الحية او حتى الحيوانات المسبوحة كلحوم او كده او منتجاتها. نعم. وتدخل مصر. اه بيتم الفحص المحجري ليها. بيتم طبعا مراقبة الخريطة الوبائية عالميا. يتشاف ايه الاماكن اللي فيها مشاكل ما يبدأ يتوقف منها للاستيراد. الاماكن المسموح بالاستيراد. هيتعمل لها المنشأ بتاعها. وسواء اللحوم الحية او اللحوم اللي بتيجي تتدبح مسلا عند المنافذ. اللحيوانات اللي بتتدبح عند المنافذ او اللي جاية اه مجمدة من الخارج. نعم. فده دور اساسي برضو وجوهري في منع دخول الامراض. في بقى برضو بيقى اسناء الالسنة بيقى فيها حملات من التقصي الوبائي سواء النشط او السلبي. لمعرفة اه ازا كان في امراض وفدة او لأ. الطيور المهاجرة والمرأبة بتاعتها وبيتم اخد عينات منها وفحصها. اللي بيان برضو اي سلالات دخلة من اي امراض تكون حملها. اه الفحص سواء المعمالي من خلال معهد بحصة الحوانية او الفحص الكليميكي والعمل الميداني من خلال مديرات طب البطري والهيئة. ده قائم بشكل يومي. في في يعني هي منظومة. موجودة يعني. موجودة ووقعة. لكن هو ازا نقول على كوايا مقصد احنا ندعم شوية بالمنبور. لان المنبور مهم القوة البشرية. القوة البشرية. هي الاساس في الان. طيب. حضرك انت في 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 تصريح حضرك او في كلام حضرتك اللي بموضوع اللحمة والمجازر وحضرك بتقول لو كيف اغدى حتى فيها السهل اللي شوف ديها تقزي كم عيلة او تقزي كم شخص هيشتري لحمة. طب انت حضرك ديت رشدتها للمشاهد حتى اه اللي معنا بيتفرج معانا النهاردة. اه هو بشتري اللحمة مسلا لو اللحمة لونها ايه متغير. هيعرف منين اللي هي دي مصابة ولا مش مصابة. ما ممكن مسلا بشتري من جزار مسلا عبيم. اه يعني يعني. يبص في عن عن وهو بشتري اللحمة على الختم بتاع المجزر المختوم عليه اللحم. توم في ختم للمجزر. نعم. ده معناه ان الهزا الحيوان مر على طبيب بطر وهو حي قبل الدبح فحصه شافه سليم ظاهريان الاول. ما فيش اي عالية اي اعراض مرضية. لان لو عالية اعراض مرضية هيطلعه مش هيتدبح. بعد الدبح بيبدأ يفحص الاعضاء الداخلية بتاعته. بيشوف اي فيها وجود اي مشاكل. يعني لازم يشوف الختم. يشوف الختم ده اساس. اه. ده الاساس. ما يشتريش لحمة زي ما بيقوله اللي اللحمة البرانية. اصلا كده يقولك ايه ده على الشوادر لحمة موجودة ولا فيها اختام ولا حاجة والراجل لسه دبح دلوقتي العجل والكيلو مش عارف بكام وعنده هو الكيلو بكام فقطعنا تلات اربعة كيلو احنا ماشيين. ما هو انت ايه نفسك تشك? ما دام الكيلو بكام وبكام. طب هو الفرق ده راح فين يا. ما هو لو لحمة سليمة هتطلع بسعرها. اه. فهو دايما نقلق من اللحمة اللي تبقى ايه سعرها نازل قوي دي. تمام. ودي عمرها ما هتكون داخلة المجزر. اكيد. اكيد. لان اكيد هو ادخلها ترفضت فرح دبح. اكيد. فهو اه بيجي دور مين بقى دور التفتيش بقى. اه. تفتيش على 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 الاسواق والحاجات دي كلها. لكن لو هنزود الكادر البشري هتبقى كمان رقعة التفتيش اعلى. التفتيش اعلى. اه. طيب اه ساعتك برضو بالنسبة برضو للمزارع مثلا او للفلاح. لما يبقى عنده مثلا ايه ماشية مثلا عجل مثلا سواء بقى والخروف. يعني يعرف انه هو مريض يعني 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 يحسها ازاي. هل دي بالخبرة معاه ولا. مش بالخبرة هو بس مجرد التغيرات اليومية على حالة الحيوان اللي قدامك. لان ده بيبقى رقسماله. بالضبط والاسعار دلوقتي بقيت عالية. اه يعني مثلا لما يكون فيه ماشية مثلا عجل مثلا عنده ده بيجيب له اللبن. اه عندك مثلا لو فيه ارتفاع في الحرارة او بدأ يبقى فيه انقطاع عن الاكل او يبدأ مثلا ياخد جنبي كده تحس ان الحيوان ضل شوية او او كاشش شوية. كل دي علامات يبدأ اللي هو يفكر فيه ايه ده. ممكن اسهلات يبدأ فيه اذا كان فيه اعراض تنفسية. كل دي حاجات بتقول ان الحيوان بتاعي بدأ يبعد عن الشكل الطبيعي بتاعه للشكل المراتي. على طول اتوجه لطبيب بطري. وانا برضو لازم نقول حاجة مهمة او. فضل. قافة السرع الحيوانات في مصر هي ادعاء الخبرات والدعاء من يقول. انا بس. ابو الاريف. ابو الاريف. ابو الاريف. اللي احنا بنسميه كاسم كده زريف. اده خلاء المهنة. ايه ابو الاريف. او ما يطلق عليه ساعات بارا بس لان انا تروح تسأل مين. وما نو. بس دلوقتي مع الحيوانات اللي بقى سعر اللحم الاين فيها 135 جنيه وانت طالع. والطيور اللي بقى بتتباع بستين واكتر من المزرعة. اه. تكلفة دي كلها. هل انت كمربي تستأمن عليها حد ما يبقاش طبيب بطريب? خلاص برحتك. هل انت دلوقتي بتستأمن حد على ابنك غير طبيب بشري? لا طبعا. كان زمان الناس بتروح لحلق الصحة بتروح للدايا وتروح لعمة مع رشة ميني وعملوا شوية خلطات وروح للعطار لكن مع الوقت ما ينفعش. اه. ما فيش اغلب نبني. نفس الحكاية دلوقتي الصراحي الأحوانية بقت بقت صاروة. الي عنده بقرة ولا اللي عنده ده مش عايزين نقول من الاعيان دلوقتي لان دي 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 تكلفة مالية. لو رحت منه. دراس ماله. دراس ماله. دراس ماله. دراس ماله. اه. ما داع. اعنش كمان في الحجزية دي مش على الغلطة المباشرة على الفلاح. اه. على المواطن. لان مين اللي عارف تأسير الدواء على جسم الحيوان? طبي البطري. طب عارف الدواء ده بيقعد تلات اربعة ايام ولا بيقعد تلات اربعة اسابيع ولا بيقعد اكتر من شهر في جسمه. ايوة. بيعرف وبينزل في اللبن. مش بنا دول مسكن كده او. لا فترة الزحب دي مهم. ودي اللي باحنا بنعاني منها حتى كبني قدمين. في ان احنا نروح نتعالج عن دكتور ويكتب لنا رشدة علاج ومتديش نتيجة. ليه? لان احنا بناخد مستبقيات ادوية. تمام. في اللحوم وفي الالبان وفي البيض. نتيجة ان ابو العريف ده. اه. بيروح يعالج. وبيدي اي حاجة في اي وقت. تمام. طبيب البطري هو الوحيد اللي عارف. الدواء الفلاني بيقعد في الجسم اقد ايه? ومساريته اقد ايه? هل الدواء ده بينزل في البيض فتديه في فترة التربية ما دهوش في فترة الانتاج مثلا. نعم. هل الدواء ده بيقعد اسبوعين? وانا هتبح في العيد الكبير مثلا بعد بكرة. نعم. فما الدهوش. نعم. هدي حاجة تانية خفيفة. آآ تطلع من الجسم بسرعة قبل معادة دبح. نعم. كل اللي عارف ده مين? هو طبيب البطري. هو الطبيب البطري. بس. طيب. اخر حاجة كده سؤال كده يعني في السريع كده عشان وقتنا آآ آآ ازف والله يا دكتور لو اتكلمنا عن آآ البحث العلمي. هل في آآ دور شغالة في الموضوع ده سواء الجامعات بمختلف الكبير بطري في كل الجامعات. نعم. او المعاهد البحثية التابعة للمركز بحث زرعية. معهد بحثها الحيوانية معهد الأمصال واللقاحات. نعم. معهد الانسليات الهرم. دي كلها معاهد بحثية شغالة فيما يخص البحث العلمي لمسببات الامراض الحيوانية. يعني شغالين ده. سواء اكتشافها سواء دراستها. نعم. سواء ايجاد حلول لها. سواء ايجاد امصال ولقاحات. كل ده قائم بالبحث اللي. طيب. حضاك نورتنا طبعا في الفقرة ديت. وانا عارف الوقت يجري بسرعة يعني. هو انا بس محتاج من السادة نواب مجلس الشعب. افكرهم في الموازنة الجديدة ما ينسوش الاطباء البيطاريين في التعينات. والنقطة الاهم. واحنا برضو بنناش. قانون مزاولة المهنة اللي هيحمي المجتمع من دخلاء المهنة وبالعريف ده. لان احنا عدلنا وعملنا مقترح. نعم. وزودنا في العقوبات اللي كان بتوصل خمسين جنيه بس على المزاولة المهنة دي. نعم. 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 يعني عدلنا في بعض الحاجات فمحتاج ان هو يتصرع به بازن. بازن الدكتور محمد عفيفي سيف الامينة عام للنقابة العامة للاطباء البيطاريين. حرقنا وورتنا. وشرفتنا يا فن. شكرا شكرا جزيلا. كل استانا حراك طيب. كل استانا حراك طيب. عزائل مشاهدين نخرج فاصل بسيط ونرجع تاني. آآ نتكلم بقى عن آآ حقول العمال ونكلم عن عيد العمال مع المستشار القانوني سيد الجمسي. نخرج فاصل بسيط ونرجع تاني لحضركم. استنونا. اشتركوا في القناة